السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أريد أن أحيي أطفالي النجباء مع اقتراب الامتحانات لتشجيعهم إذن لدينا اليوم سنحيي مالك من مدرسة دموش محمد من الدويرة أميرة من مدرسة الشهيدة مخلاف لونيس من شراجة الجزائر عبد الباسط من مدرسة ملياني من وهران سندس من تيارت ياسر من مدرسة إخوة منصور من سطيف أحييكم أطفالي وأشجعكم وأرجو أن تكون نتائجكم ممتازة في هذا الفصل كما كانت في الفصل الأول لأن في الفصل الأول نتائجكم كانت ممتازة كما اللي كتبوا لي وجابوا نفيدمي جابوا ويت هناك في الفصل الأول كما كان من شابوا يجبى رغمنا سنبحان مدرسة ويوجبو 5 من شابوا 13 من 10 من 10 ويجبو 10 من 10 كنت في رغم الأول ثم عزية؟ عزة سنحيي ممتازة في اوزة أي وضعة من قبل اوزة رغمنا فيفصل الأول كما أنزل ما هو الأول الزياء عزيز إذن كما راكم تشوفوا هذه هي الورقة بالنسبة للمانويل لنوفو مانويل لسقساتني قتلي هل هناك برنامج جديد؟ نعم هناك برنامج جديد والأساتذة من المفروض يخدموا به في هذا العام لكن هناك أساتذة لا تعمل به سدبان لكل مع الباليش سابل كوبا لكن normalement ils doivent appliquer pour ce manuel إذن سأبدأ مع قراءة الناس Le chacal apprend comment on produit le bon pain إذن إبن آوى سيطعلم اليوم إنتاج الخبز C'est vrai dit le chacal Sois gentil أبخو موا سمي هذا صحيح يقول إبن آوى كُل لطيفا وعلمني كيف أزرع Ce n'est pas difficile avant tout il faut laburer la terre هذا أمر سهل قبل كل شيء يجب حرث الأرض إذن laburer هو الحرث et j'aurai du pain وهل سأحصل على الخبز إذن إبن آوى يظن أنه عندما سنحكو في الأرض سنتحصل على الخبز فيجيبه الفلاح كتل كبيرة من الأرض لم تتفتت إذن أن أرسل على التار كي نفتت هذه الكتل الكبيرة لكي نستطيع أن نزرع pour سمي للزرع إجعري du pain وهل سأتحصل على الخبز إذن إذن عندما سأحرث وعندما سأحرث مرة ثانية وعندما سأزرع سأتحصل على الخبز مي نان بازن كور أتن تسامت بليونتون إل باس لفر دان التار أو بخنت الجرم بالطبع إذن ستنتظر لأنك عندما ستزرع هذا القمح في الخريف سيمر الشتاء وهو في الأرض وفي الربيع سينبت إذن الجرم أي أنه سيبدأ في النوم إذن إذن أعري دو بان إذن إذن يدون أنه عندما سأمبت سأتحصل على الخبز إذن 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 نقله سيغ لغباطر هي ساحة ساحة الدرس ما هي هي عبارة ساحة كما راكم تشوف هنا عبارة عن ساحة ماذا يفعلون فيها إذن يتخون سب لزيبي أنجار بحزم السنابل ويجيبوها إلى هذه الساحة ويحطوها كما راكم تشوفو هنا ومن بعد يجيبوه حيوانات مثل البقر مثل الأحصنة من بعد يدرسوها بهذه الحيوانات أو بطرق أخرى هذه الطريقة التقليدية كي يدرسوها ويهرسوها وش هو الهدف منها أنهم إذن سيب إذن القمح يولي وحده والقشرة ولي وحدها سيفصلون الحب عن القشرة هكذا باش تجيهم سهلة يجريح كي يجريح يدي كامل هذه القشرة ويبقى لهم الحب ويبقى لهم إنسول إتاب باش ينحيوا حبوب القمح وهنا طريقة أخرى لدرس إذن القمح في التكست إذن أكسبيكي كالك مو سمي لغ إذن لابوري سنقلب الأرض رتورني يعني أننا سنقلب الأرض هذا هو الحرف إذن لكي نستطيع أن نزرع الحبوب الآن إخسي قلت لكم هنا لأخس لكم تشوفوا هذه قلولها لأخس هذه لكم تشوفوا فيها في الصورة لأخس قلت لكم هي تفدت الكتة الكبيرة تاها الأرض كي نستطيع أن نزرع في هذا الأرض إذن إخسي كسك سا بديخ تذهر تتح بديخ أخس عن من الأرض تأہد أن نزرع يمقل بديخ ايسرن الكتن والكتع ăn جرمي كسك سかول سيد إنسري ايضا نقول ذلك مورير وشمعناها سيتم فري ولا خودر نادج أصبحا نادج تخيأتر ريكولتي أصبحا جاهز لي الحساد الان لجربة دي ما هي لجربة دي لجربة دي عبارة عن ماذا حوزم القمح تا دي بي دي بلي كوما من سنابل القمح تا سا veut dire كوما اتشي انبوت إذن مربوطة على شكل روزم كوما اتشيما تحسيما 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 لسوهولت النقل كما كم تشوفو هنا في السورة ها دي عبارة عن دي بوت كم تشوفو هنا دي بوت ثم لجربة ها دي كامل عبارة عن دي بي انجربة ثم الان سنجيب على الاسئلة اولا تحسيما تحسيما الخبز مالذي يجب أن نقوم به فو دابور لابوري لتحسيما سنحرث ثم يفو احسي إذن ثم نحرث مرة أخرى ثم سنقوم بزرع القمح سوال اتلت اينمير les différentes étapes nécessaires pour obtenir du pain اينمير ça veut dire on va dire 1,2 on va dire les numéros déjà تشوفو بلي كم فيه دابوري سوال المالغرة السبب Let's see in the work The work That means الإضافة في المجمح في الماء هناك هناك لديك ماذا ترى في هذه السورة Alors on voit des chevaux, on voit le flech, on voit les épis en gerbe et on voit aussi لديه البلاي اشترك ثم السؤال الخامس كالتاب المصطح لديه البلاي أخري 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 المصطح في هذه المصطح أخري سأخري لديه أخري 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 الأخري أخري أخري كفر اعطاً لجلسة المترجم للعبة ملعرفة المترجم للعبة En automne, il sème le blé إذن ثم سيزرع القمح Au printemps, il attend que le blé germe إذن سينتظر إذن ينمو ذلك القمح En été, il récolte le blé مور إذن عندما ينضج القمح سيقوم بي الحساد Il le coupe et attache les épis en gerbe سيقطع ويربطه إذن حزم السنابل إذن يترسل على الربات وإذن ينقلها إلى الساعة الدرس إذن بهذا إنتهينا بالنسبة La deuxième partie du شكال إلى الدرس المقبل إن شاء الله